اشتركوا في القناة اخت خويك والله الصراحة السؤال المحرج موقع يعني ما قدر ارد وش هذي المقابلة طيب قتشخيت على نفسك يقول مرة كنا في ثمريكا قبل سنتين وكنا في ثلة واحد من العيال وجاه واحد دق الباب فتحت الباب طلع واحد يقول وين فلانة قلت مع اخويه طلع هذا اخوها بس كلهم كفار يعني عايدي يلا السؤال اللي بعده شف سوالف الطباشير يقول مرة زمان 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 وانا صغير يعني كانت واحدة في الفصل الجنبي كنت خالق معها والبنة تناظر فيه كذا يعني اللي كانت تسأله بس انها يعني مستحية فقعدة تضحك كذا ما ادش تقولها يعني وكنت حشرانة وبالحمام ورحت الحمام ورجاءك لقيتها ماسكا يد واحد يلان ام الخيانة شغل عراقي شغل القرآن شغل القرآن خلنا يشوفش في عقلك شي ويمكن يطلع فين المسؤولين فين الناس المسؤولة عن الأشياء اللي تنقل والأشياء المخلة اللي قاعدة تنتشر في السوشيال ميديا من أوصخ المشاهير يعني واحد شكله ما يقتدابها أبدا والثانية برضو ما يقتدابها أبدا وقاعدين يحملون شريحة كبيرة من المجتمع وقاعدين ينشرون أشياء مخلة ومنافية وأشياء يعني ما لها ما لها أي هدف يعني اش تبغى يعني واش تبي واش ده السؤال قد مشيت نفسخ طيب مشيت نفسخ خلاص جداك صديقت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة